فالله لا يسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار إلى الإبانة قال المسلمة الحمد لله تعالى بسنده عن أبي إسحاق عن نورة عن نصروق في قوله عز وجل وداود وسليمان إذا يحكمان في حرصة تنفجت فيه غنم غنم القوم هو طبعا كان يؤسس تقصيلا الأمر المهم وهو أن الخلاف واقع الخلاف الواقع هنا فإنه هذا الخلاف لابد من إظهار الراجح فيه والمرجوح يعني لابد من العمل فيه للراجح والمرجوح قال المصنف بأنه هذا الخلاف وإن كان معطبا ليس خلافا في الأصول ولكنه خلاف في الفروع وهذا الخلاف في الفروع أيضا فيه صاحبه والذي أصاب فيه له أجلان والذي أخطأ له له أجل واحد ولذلك قال وداود وسليمان إذا يحكمان في حرصة إذا نفت فيه غنم القوم قال الله تعالى وكنا الحكمين مشاهدين قال ففهمناها سليمان وكنا أتينا حكما وعلم فانظر هنا المسألة على التأسيس في التعامل أنه أقر بالعلم وأقر بالمكانة وبين أن هناك من أصاب وفهمه الله تعالى وهناك من اجتهد لكنه لم يصل فله أجل لا يخسر له أجل في اجتهادي وعدم الأجل في الإصابة والذي اجتهد له أجل في اجتهادي وأجل في الإصابة والله أجل على قال وبينا المكان قال وكلا أتينا حكما وعلم ثم قال الله جل وعلا ففهمناها سليمان ولذلك قال الله تعالى فما ده بعد الحق إلا لبضلة وهذه تؤسس لنا مسألة عظيمة لدينا مسألة أن الحق عند الله واحد غير ده متعدد في هذا الباب قال كان حرصوهم عينبا فنفشت فيه الغنم ليلا فقضى داود بالغنم لهم فمروا على سليمان فأخبروه فقال أو غير ذلك فردهم إلى داود فقال ما قضيت بين هؤلاء فأخبره فقال سليمان لا ولكني أغضي بينهم أن يأخذ أصحاب الحرص الغنم غنمهم فيكون لهم لبنها وصوفاها ومنفعتها ويقوم هؤلاء اللي هم خربوا الحرص على حرصها حتى إذا عاد كمكان ردوا عليهم غنمهم ويأخذ هؤلاء حرصهم فذلك قوله ففهمنا سليمان فهذا قضاء داود وسليمان واختلافهما قد أنبأك الله عنهما فقال ففهمناها جعل راجح ومرجوح ولم يقل وأخطأ داود ولا كفر داود ولكنه قال كلا أتينا حكما وعلم ولقد جاءت السنة بذلك من استختلافهما في نحو هذه القضية المعنى هنا أنه لو أعطاهم الغنم ومن لكهم الغنم خسر خسر الذين أتعدوا كل شيء لكنه قال الآن هم يقتضون بأن الحرص يعود كما كما كان طيب يعني لم أعطاهم الغنم لا هم ممكن يفكر لم أعطاهم الغنم في الحق وأعطاهم الغنم لماذا لأن هناك أضرار وقت عليه لأن فيه أضرار وقت عليه والأضرار داحته أضرار زمنية الحرص موجود وهو الآن هيبدأون من جديد بالحرص فلما يبدأون من جديد سيطول الوقت وده اللي هل بتكلم فيه على أنه لو واحد أخذ المال ففرط وضمنه لا وضمنه وطال الوقت نقول له لك أن تأخذ تعويضنا على أيطات الوقت يعني ترفع المدر بمعدة معي ألف أعطتها لزيت يعمل بها زيت فرط فضعت فقال أنا ضامن طبعا ضامن وسيردها بعد إيش بعد مدة طب بعد مدة دي معناه أنه سيدر بصاحب المال الذي كان ينتظر كل شهر ما يغنيه فلقول له واجب عليك أن ترفع عنه إيه ما واجب عليك أن ترفع عنه وجوبا لأنه ألحق به الضرر وجوبا وتحديدا نعم شيخ وجوبا وتحديدا يعني إيه تحديدا يعني القدر لا القدر أهل الخبر الخبر هو الذين يحددونه ولا يشترط لا ما يشترط وليس له أن يشترط يقول له أنت وقعت عليه مضر والضرر يزال هذا كله لما يكون وإيه مفرطا ضامنا طالما ضامن سيضمن المال ويضمن التعويض فهمتاني سيدي هذا هو وهذا هو الحق ولذلك يشوف فعل إيش ما هو قال إن مدة الحرص عندكم ستطول وهذا يضر بكم لكم الانتفاع بلبنيها أو صوفيها أو حرصيها يخذها يستخدمها في كل شيء مع نهيك على أنه أيضا سأتعيمها ويسقيها فيكون هنا الفارق بهذا الباب تعويضا له على الإضرار في إطالة إطالة المدة حديث المسألة ورمتها تبنى على هذا الأصل فقط وليك أصل على النبي صلى الله عليه وسلم لا في أصل على النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا ضرر وضرر حديث ضعيف لكن معنا صحيح والقاعدة العامة الضرر يزال وقال إنسلام إناء وبإناء وطعام وطعام أصل التضمين هو الآن أصل التضمين موجود عندنا في شخص وزار الدرق قام هو قال إناء وبإناء وتعام وطعام وأيضا أيضا في مسألة مسألة إزالة الضرر أريد أصل صريح في هذا الباب يعني في إزالة الضرر وقالا قلنا الحديث لا ضرر وضرر هذا عام نحن ننزل فيه لكن وقع وقع خاصة في ذلك يعني لو في مسألة خاصة ننظر فيها قد يأتي بالعكس على مسألة المصراط على مسألة المصراط وقال له الخراج بالضمان لذلك قال الله ردها وصع من تمر في هذا الباب ليعطي اللبن وأيضا يرد عليه الضرر الذي يقع عليه فيكون فيها أصل في هذا الباب لكن عندنا القعدة العامة الضرر يزال وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا رواء المصنف بالسند يعني أبي رواءة رادي العام رضاء قال بينما امرأتاني مع هما ابنهما اتجاء الذئب فذهب بابن إحداهما إحداهما فقالت كل واحدة لصاحبتها إنما ذهب بابنك فتحكم على داود عليه السلام فقضى به للكبرى فمرتها على سليمان ابن داود فقصت عليه القصة فقال اأتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى يا بحمق الله وهو ابنها فقضى به للصغرى قال أولا فوالله ما سمعت بالسكين إلا يوم إذن أيامك ونن سميه ليش كتاب وجاءت به السنة فماذا عسى أن يقولوا أن يقولوا له أهل بدع في اختلافهم أما الاختلاف بين الصحاب والتبعين فكثير كثير هو بين الأنبياء والله جعل جعل من أصاب وجعل من إيش من أخطأ فجعل المسيب أجرين والمخطئ أجر واحد طبعا يا القصة أنه الذئب أخذ ابن الصغرى ابن الكبرى وكان ابن الصغرى في يد ابن الكبرى فدخلت بالولد في يدها إلى داود فدود يعني قال أهل بينا عن الدع والمين عن أكر الصغيرة قالت دبني وهو مش في إيديها معاش قوة قال لا تبين ما عنداش بينا قال إذن هو للصغرى ليس للصغرى لما رأى سليمان الله فقال طيب هاتو هاتو الولد أشقه نصفين نصف لقى من باب المصالح قال ذلك حيلة ليش ليستخرج الشعور الذي يبين من الأم لوحنو الأمومة فقامت الصغيرة قالت وليس ابن هو لها يعطي إياه لأن الأم تقول أموت ويعيش ابني همها ما يهمها أنها تقتنل الولد يهمها أن الولد يعيش فلما قال ذلك فاهم سليمان أن الولد ليس ليس ابن الكون لأن الكبرى رضت بالشق ومش ممكن الأم ترضى به بقتل ابنها فالصغرى مرتضت فعلم أنها قاله هو ابنك وأيضا الله مدح سليمان قال ففاهمناها سليمان والخلاف عننا بين الصحابة أيضا عن عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي فيما يختلف أصحابي من بعد قال فقال فقال لي يا محمد أن أصحابك عندي بمنذلة نجوب من السماء بعض وأضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى وهذا حديثنا صحيح حيلة الشرعية تلوز حيلة الشرعية تلوز وهذه فقه هذا فقه لتحقيق تحقيق تحقيق من خاصة الشريعة فقه تحقيق من خاصة الشريعة في هذا البن وأيضا عائد بن عمر قال قال وصول الله إنما أصحاب منزلت النجوم فأيوم أخذتهم بقوري اهتديتهم هذا أيضا لم يصح كل هذه الأسانيد جاءت كله أسانيد موضوعة كل أسانيد موضوعة والكلام هنا على مسألة لو كان لو كان كما كان صحيحا لو السنة كان صحيح لكان شادث في المتن طفين بيش شذي المتن هنا فين شذي المتن هنا شذي المتن هنا هو أن النبي قال عليكم سنة سنة الففار والشير ما هدين من بعد يعد عليه بإيش بنواس ففرق بين الصحابة بعضين وبعض فلذلك نقول بأن أصحابك النجوم هذه أحاديث لم تصح وعدم عبد عباس قال قال رسول الله إنما أصحابك النجوم فبقى أيهم اهتديتم اهتديتم هذا كل هذه الأسانيد أسانيد مطعوذية كلها أسانيد باطلة وعن قتاد أن عمر بن عبد العزيز كان يقول ما يسروني لو أن أصحاب رسول الله لا يختلفوا لأنه لو لم يختلفوا لم تكن رخصة فهو يرى في الخلاف رخصة هذا ما معناه في الخلاف رخصة أنه لو واحد أخذ بقول وقال أنا أدينه لابطولة ابن عباس وحتى له خطأ وبرأ صحته رجع عليه لعالم لكن نحن لكن نحن لا نقول له خذ بهذا ودع هذا وخذ بهذا لا نحن نقول له إذا قلدت منتصق في ديني وعلمي خلاص بارئة صحتك والتزم ها والتزم والتزم هذا هو ولا يبدل يتنقل ما يتنقل دي زندقة وده اللي بيحصل الآن وده اللي بيحصل الآن ده اللي بيحصل الآن كلها انتقال يعني بيكون مطلل لترسم حضرتك مساء اه لا شو هلش هو صاح بالضبط بهذا الكلام لأنه ما يجوز بزبط بزبط ما يجيش بقى يقول لي نعم نعم أنت كلامك صحيح لا بدك خلال الفتاح خلف الإمام بس سمحي بقى كان أبو أصحاب يقول لي أن المرة الحال تقرأ خلالها أنا بقى بأخذ بك يا كلام أبو أصحاب طيب وانا أقول لي أن المرة الحال لا تدخل المسجد يقول لي ما أعرف شي شخي العباني قال ما أنا أعرف بكلام شي أعزيبك شوية بأخذ كم شخي العباني المرة الحال تجز في المسجد دي يؤدي للزندقة يؤدي للزندقة كانت نسيم نقل عامن الذهبي وقال قال من تنقل من ذهب تزندق حتى لو أقول لي بحس في المسألة دي لوحدها قل لي بحس يبقى عنده آلة المسألة دي بس عنده آلة ويقول عنده الآلة يرجح لأنه اختلاف الأصوليين مع قول جمهور الأصوليين وقواتهم قالوا تجزئة الاجتهاد جائزة يعني عنده فقط آلة الاجتهاد في هذه الجزئية له ذلك وإذا رجح بها هو الآن يدين الله بما رجحه بس في الوصول وليس في الفروع في الوصول لا في الفروع تقصد أنت اخرب لا أنا مش أصد لأنه معظم الإخوة بتجتهد في الفروع أو الوصول لا فيش اجتهاد فروع التأسيس وليس فروع المسألة أصول الاعتقاد على أصل المسألة وليس الفروع ينبسط منه إذا استطاع دي الآلة التي دي الآلة التي يصل بها مشاهد دي الآلة التي يقول بها أن المشاهد عنده آلة يستطيع أن يرجع فيه يعرف يعرف بالغوص أين المسألة فهي هنا عمر العمد للز قال لو لم يختلف لما تكون رخصة على الأساس أنها في الخلافة رخصة نعم في الخلافة رحمة نعم عندما عند كل الخلافة معتبر وأنه لا يتزندق المرء بالتنقل بين عالم وآخر وروا المصنف أيضا اجتماع عمر العزيز والقصم محمد فجعل تذكران علم قال فجعل عمر ربما جاء بشيء يخال فيه القصم قال فجعل ذلك أشق على القصم قال فتفين ذلك العمر فقال عمر لا تفعل فما أحب أن لي باختلافهم حمر النعم يعني يمكن يكون مساحة يعني أنت قلت الكلام هو تبنى كلام الملكية مش هتنكر علي مش هتقثمه قلت عالما لكن ستخطئ نعم وقال بقي عن المنذر قال حدث معلم إسماعيل قال ربما اختف وكلا الفرقين المصيب في مقالتي يعني مصيب في في أجره أو مصيب في مقالتي عند التنوع عند التنوع وليس الإصال لا يصيب الحق الحق واحد غير متعدد وذلك عبو عون قال ربما اختلف الناس في الأمر وكلا ما له حق قال الشير فاختلف اختلف الفقاء يا أخي رحمك الله في فروع الأحكام وفضل السنن رحمة من الله في العبادي والموافق منهم مأجور والمشتها تطلب الحق إن أخطأه غير مأذور أو إن أخطأه لم يصح القولين بيان فيه مصيب فيه مهتد وهو بحسن نياتي وكودي في جماعة الأصل في أصل اعتقده في جملة الجماعة في أصل اعتقده الشريعة معجور قال بحسن فيها السمح وإن تأول من الفقاء مذهبا في مسألة من الأحكام خال فيها الإجماع وقاد عنه فيها الاتباع قال كان منتهى القول بالعاتب عليه أخطأت لا يقال له كفرت ده المكان فيه على أهل السنو الجماعة يقولون أخطأت لا يقولون إيش كفرت أما أهل البدع يقولون يقول كفرت ولا الحد لأنه أصلا موافق للشريعة وغير خارج عن الجماعات في الديانة ورزاك عمد العزيز قال ما أحب لي أن باختلاف أصحاب محمد حمر النعم على هذا الباب وأيضا عن طلح الاختلاف قال لا تقول اختلاف لكن يقول السعاء ختام الباب روى عن ابن عباس عن النبي السلام قال ما عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه أن أخطأ غفر الله يبقى أصاب وأخطأه بينا الأمر في إيش في الإصابة الخفاء أصاب نعم وإن أخطأ غفر وغفر له ومن عمل لله في الفرقة أعوذ بالله فأصاب لم يقبل الله منه من شرز من الأمة لا يقبل منه وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار قال الشيخ فالإصابة في الجماعة توفيق وردوان والخطأ في رشاد عفو وغفران وإن أخطأه في الله وفي الكيفية وفي الأبنية وفي الصفات وفي الأسماء وفي القرآن وفي قدرة الله وفي عظمة الله وفي علم الله تعالى الله وعما يقول المحدون يعني قولا علوا كبير المعنى هنا أنهم إذا خالفوا لا يخالفون إلا في الفروع ومخالفة الأصول بدعة يعني يقال مبتدع يقال مبتدع طيب الفواد المسمطة خلاف الأمة رحمة للسعة خلاف الأمة رحمة للسعة المجادلة للحق سنة من السنة الكونية وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا